إذا خلوت بنفسك في غرفة فلا تتجرأ على المعاصي فإنك إن كنت بعيدا عن أعين الناس فاعلم أن الله عليك شهيد فالشهيد هو الشاهد الحاضر الذي لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله والفرق بين معنى العليم والخبير والشهيد أنه إذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد وهو الذي يشهد على خلقه يوم القيامة بما عملوا في الدنيا قال تعالى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وهو الذي يشهد للمظلوم الذي لا شاهد له في الدنيا ولا ناصر له على الظالم المعتدي ليأخذ للمظلوم حقه من الظالم وهو الذي يسمع جميع الأصوات خفيها وجليها ويبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها فمن آمن بأن الله هو الشهيد رضي بشهادته فإنها أعظم شهادة وأصدقها قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ومن آمن بأن الله هو الشهيد خاف من الله وحرص على العمل الصالح قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ومن آمن بأن الله هو الشهيد استحيا منه فلم يتجرأ على المعصية في الخلوة فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومن آمن بأن الله هو الشهيد لم يظلم ضعيفا لا شاهد له فإن الله شهيد على عمله وهو الذي سيقضي بين الخلق يوم القيامة ولا يحزن الدعاة إلى الله لتكبيب المكذبين فإن شهادة رب العالمين تكفيهم قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم